أتحول سيد مايكل بنين سيد مايكل استمعت لطرح الدكتور نهاد وهو يتحدث هنا عن حالة من حالات الإهمال ولو استعرضنا الردود الحكومية على موضوع المدارس غير ذلك من الأزمات أيضا مطروحة وموجودة على الطاولة التي تمر بها البلاد لرأينا أن أغلب الردود عامة سيد مايكل وتتحدث عن خطط إصلاح لهذه الأزمات ولكن لماذا يتم الحديث عن خطط الإصلاح في وقت ستتركم فيه كل هذه الأزمات والأخطاء طلو الأخطاء وهل ينفع من وجهة نظرك الإصلاح مع بقاء الأخطاء قائمة؟ بماذا تفيد أو بماذا تفيد مثل هذه الخطط التي تتحدث عن الإصلاح؟ نعم ضيفك الآخر كان مصيبا معظم هذه القرارات تم اتخاذها من الحكومات المحلية والحكومات المحلية هي المسؤولة عن الموافقة أو المجالس البلدية عن السماح لاستخدام هذا النوع من الإصمنت وعندما تم بناء هذه المباني الجميع اعتقد بأن هذا الإصمنت مناسب لم يعرفوا في تلك الفترة بأن هذا الإصمنت سوف يتحلل بعد 30 أو 40 سنة وأيضا عندما تم تغطية بعض المباني بغطاء ليس مقاوما لحرائق ورائنا ما حدث في حريق جرينفل الشهير إن هذا ليس مسؤولية الحكومة المركزية ليس بإمكاننا تحميل الحكومة المركزية مسؤولية كل مبنى يتم ببنائه لأن المجالس المحلية هي المسؤولة عن ذلك ولكن بالتأكيد الحكومة هي المسؤولة المسؤولية العامة بغض النظر عما إذا كانت هذه الحكومة هي من حزب العمال أو المحافظين لا بد أن تتأكد الحكومة بأنها مسؤولة وفي حقيقة الأمر ليس لدينا الأموال كالفة لإصلاح جميع المباني في نفس الوقت فبالتالي لا بد أن يكون الأمر تدريجيا سوف تكون تجربة قاسية جدا الاقتصاد ليس في أفضل أحواله وليست لدينا الأموال اللازمة لحل المشكلة مباشرة نحن بحاجة إلى حل مؤقت مبدئيا إن المسألة ليست متعلقة بحزب المحافظين بل بتركيبة المجالس البلدية المحلية